لكن خليني أبدأ بالأهم بالنسبة لأنه مبارح الأهلوية عاشوا ليلة سعيدة جدا والأهلي أنا كنت بدأ الحلقة بقول أنه أعتقد أفريقيا أو في مشوار الأهلي الأفريقي السندي الأهلي ما قدمش عرض أقوى ولا أروع من المباراة للعيبها مبارح قدام الترجي أسباب الفوز من وجهة نظركم وليه العرض أو النتيجة الغير متوقعة عشان يكون ممتاز صراحة كنت طمعا في فوز الأهلي لكن لو كنت كسبت واحد أو حتى اتنين كنت أبقى في ممتاز سعادة لكن الأهلي أضع فوز عريض جدا بالإضافة للثلاث أدف لسجلها كهرباء وبرسيتاو أعتقد أن برح يعني لعبة الأهلي تسبقت في إهضار الفرص السهلة جدا على مرمى الترجي بالضبط يعني ممكن في البداية نقول أن النادي الأهلي أنا شخصيا توقعت فوز النادي الأهلي قبل المباراة خلينا نقول في الأول كل الاحترام والتقدير توقعت بينك وبالنفسك؟ لا أنا أعلنت وكتبت أن النادي الأهلي أنا أتوقع فوز النادي الأهلي بهدفين نظيفين لعبة الأهلي بقى علت علي وهي ممكن يبقى أربعة وخمسة خلينا نقول في الفداية أن كل الاحترام والتقدير لكل مكونات نادي الترجي سواء إدارة وجمهور وكل حاجة يبقى نادي الترجي حتى وإن كان بيمر بكبوة فنية في الفترة الأخيرة ولكن هو أحد العلامات الكبيرة والأسماء الكبيرة طبعا داخل مسابق الدورة أبطال أفريق أنا توقعت لي فوز النادي الأهلي على الترجي في ملعب رادس لعدة أسباب أولها أن نادي الترجي في الفترة الأخيرة فنية مش بيمر بأفضل فتراته طبعا كان تلقى هزيمتين في الدورة أمام الإفريقي وأمام الاستفاقسي اللي بيتولى تدريبه طبعا كابتن حسام البدري بالإضافة طبعا إلى عامل غياب الجمهور عن ملعب رادس والعامل الرابع هو الغيابات اللي كان بيشهاده طبعا نادي الترجي وأبرزهم طبعا حمد الهوني ورياض بن عياد اتنين من أبرز اللاعبين في نادي الترجي ومعيز بن شريفية حارس المرمى اللي طبعا إحنا استفدنا من الدرشة الحارس البديل مبارح وده وضح في كرة الهدف الأول لبيرستيو فالعوامل دي كلها قدر مرسل كلها الرغم تأكيده في المؤتمر الصحفي ورغم تأكيده لللاعبين في القاهرة قبل الصفر لتونس أن كل العوامل دي يتملهاش أي علاقة بالتسعين ديئة اللي هتجرى على أرض الملعب وده طبعا زكاء من المدرب عشان يحفز ويحمس اللاعبين وما ياخدوش الاعتبارات دي طبعا داخل الملعب تأثر على النتيجة فكلر عد جيدا التحضير للمباراة قدر يستغل للعوامل الأربعة اللي احنا قلنا عليها غياب الجمهور غياب الغيابات الفنية المؤثرة عند الترجي الحالة الفنية المترجعة للترجي بالإضافة طبعا للانتعاشة الكبيرة اللي كان عليها لعبي وفريق النادي الأهلي بعد فوزهم طبعا بلقب السوبر على حساب براميدز كل العوامل دي قدت للمشهد أو المكسب الكبير مباراة